بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أيها الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس نتلو آيات ونتعلم تلاوة آيات من سورة الصفات من الآية الرابعة عشرة بعد المئة إلى الآية الثامنة والأربعين بعد المئة إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولا طلب الأجر من الله تعالى أن يطلب الطالب والطالبة الأجر بتلاوة هذه الآيات من الله عز وجل أي نقرأ لطلب رضى الله عز وجل سبحانه وتعالى أيضا من أهداف درسنا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أن يتلو الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وكيف يتلون الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أولا التأني والتمهل ثم النظر إلى الكلمات والآيات ننظر إلى الكلمات القرآنية ننظر إلى الأحرف والحركات التي على الأحرف يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه لأن الحركات تغير نطق الكلمات لذلك لا بد من النظر والتأني حتى أتمكن من رؤية الحركة وقراءة الحرف بالحركة التي عليه بهذه الطريقة نقرأ قراءة صحيحة تطبيق أحكام التجويد من أهداف درسنا أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد في هذه التلاوة وإن شاء الله سوف نطبق سويا أبين لكم كيف نطبق هذه الأحكام سهلة جدا تستطيعون تطبيقها في أي وقت وفي أي مكان وفي أي آيات من آيات القرآن الكريمة التلاوة بتدبر وخشوع أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع حتى يفهموا كلام الله لنفهم كلام الله لا بد من التدبر والقراءة المتأنية القراءة على مهل تمكننا من التدبر والفهم والعمل بعد ذلك آداب تلاوة القرآن الكريم أذكركم بها أولا الطهارة نتوضى قبل تلاوة القرآن الكريم أيضا الإخلاص لله تعالى نقرأ ننوي بهذه القراءة وجه الله عز وجل وطلب رضاه الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة وهي دعاء ولجوء إلى الله نطلب منه الحماية من الشيطان الرجيم كذلك تحسين الصوت بالتلاوة وأيضا البسملة في أوائل السور ويجوز أيضا في أواسة السور القراءة بتدبر حتى نفهم كلام الله عز وجل أيضا التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله عز وجل وتسبيح له نسبح الله تعالى إذا قرأناها نقول سبحان الله كذلك من الآداب سؤال الله من فضله عند آيات الوعد بالرحمة والمغفرة والجنة أيضا الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الآيات التي فيها وعيد بالعذاب أو بالنار نستعيد بالله من عذاب الله ومن ناره إذا قرأناها الآن سنتلو الآيات أولا سأقرأ لكم الآيات وأنتم تنظرون إلى الآيات وتركزون على الحركات حتى نقرأ قراءة صحيحة أولا نسمع السماعا صحيحا وننظر نسمع وننظر بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى سوف نقرأ قراءة صحيحة حينما يأتي دورنا في القراءة الآن لما نسمع الآية بحركاتها أو نسمع الكلمة بحركاتها ثم ننظر تنظرون إلى الكلمة هذه أول خطوة للقراءة الصحيحة أولا تنظرون وتعرفون ثم تطبقون القراءة الصحيحة كما قرأت لكم سأساعدكم بالقراءة معكم حتى تطبقون إن شاء الله وتقرأوا القراءة الصحيحة مع تطبيق إحكام التجويد على بركة الله نبدأ الآيات استمعوا وأنظروا إلى الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا وَالَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ الآن نبين هذه الكلمات وهذه الآيات ثم نقرأ سويا الآيات لاحظوا معنا كلمة وَلَقَدَ مَنَنَّا النُّون المشددة مَنَنَّا إذا وجدتم هذه النون عليها شدة نأتي بالغنف فيها مباشرة في أي كلمة مَنَنَّا بهذه الطريقة سهلة جدا عندنا كلمة وَقَوْمَّهُمَا الميم عليها فتحة وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَّهُمَا ننتبه للميم المفتوحة كذلك ننتبه إلى الألفات الصغيرة هارون موسى وَنَجَّيْنَاهُمَا إذن ننتبه لهذه الكلمات مثل هذه أيضا الغالبين ننتبه لهذه الكلمات كلمات سهلة جدا فقط ننتبه لها لاحظوا معي هذه الألف التي عليها هذه الدائرة هذه الألف ما معناها عليها هذه الدائرة الصغيرة هذه الدائرة تعني عدم النطق بهذه الألف أو أي حرف عليه هذه الدائرة لا نقرأ الحرف التي عليها الدائرة أحيانا تكون على حرف الألف وأحيانا على حرف الواو وأحيانا على حرف الياء فلا نقرأ بها إذا وجدنا هذه الدائرة كلمة المستبين المستبين الكتاب المستبين كلمة سهلة الآن نقرأ سويا لما أبدأ القراءة أنتم تقرأوا معي الآيات أولا اقرأوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأوا الاستعاذة مرتلة مجودة أحسنتم الآن نقرأ سويا اقرأوا معي لما أبدأ القراءة ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين في الآخرين لاحظوا الخات تحتى كسرة في الآخرين بارك الله فيكم ننتقل إلى الآية التالية نبين الكلمات في هذه الآية الكلمات سألة جدا كما قلنا لكم النون المشددة دائما نأتي بالغنى فيها إِنَّا إِنَّهَا وَإِنَّا أيضا ننتمه لهذه الكلمات لاحظوا كلمة إلياس إي الهمزة تحتها كسرة إلياس وَإِنَّ إِلْيَاسَ إِلْيَاسَ طيب عندنا كلمة لقومه ألا لاحظوا الياء الصغيرة بعد الهاء هذه الياء اسمها ياء الصلة مع الهاء نقراها وإذا كان عليها مد مثل هذه الياء نمدها لقومه ألا نمد هذه الياء أيضا إذا وجدنا علامة المد في القرآن نمدها دائما أبائكم دائما إذا وجدنا علامة المد هذه نمد هذا الحرف الذي عليها علامة المد سواء كان ألف أو واو أو ياء كلمة أخرى بعلا أتدعون بعلا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ بِالْفَتْحَةِ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أيضا لاحظوا معي أَلَّهَا بِالْفَتْحَةَ رَبَّكُمْ بِالْفَتْحَةَ وَرَبَّا بِالْفَتْحَةَ ركزوا على هذه الكلمات الله ربكم ورب آبائكم الأولين رأيتم؟ انتبهوا بارك الله فيكم هنا الله ربكم ورب بالفتحة يلا نبدأ القراءة الآن اقرأوا معي حينما أبدأ القراءة سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بارك الله فيكم أكملوا القراءة بالصوت والنظر إلى الكلمات إذ قال لقومه ألا تتقون أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَلَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بارك الله فيكم ننتقل إلى الآية التالية كذلك نفعل ننتبه أيضا لهذه الكلمات كلمة لَمُحْضَرُونَ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لَمُحْضَرُونَ الضاد عليها فتحة رأيتم؟ أيضا كلمة أَلْمُخْلَأ اللام عليها فتحة أَلْمُخْلَصِينَ 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 أيضا كلمة إِلْيَاسِينَ الْهَمْزَة تحت الألف وَعَة تحتها كسرة إِلْيَاسِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ لاحظوا هذه الكلمة ركزوا عليها إِلْيَاسِينَ على إِلْيَاسِينَ طيب كلمة في الغابرين كلمة سهلة لاحظوا الألف الصغيرة في القرآن تتكرى كثيرا هذه الألف أيضا كلمة دَمَّرْنَ لاحظوا المين مشددة هنا وهنا نأتي بالغنى فيها ثُمَّ دَمَّرْنَ كلمة أخرى كلمة لَتَمُرُّونَ لاحظوا انظروا إلى الحركات لَتَمُرُّونَ لَتَمُرُّونَ إذن على بركة الله نبدأ القراءة اقرأوا معي حينما أبدأ القراءة القراءة لكم أنتم اقرأوا بصوت وانظروا إلى الآية واسمعوا وقرأوا مباشرة معي لما أبدأ القراءة تبدأون استعدوا فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ نركز وننتبه ونقرأ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أحسنتم نكمل اقرأوا معي إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آخر الآيات عن قصة يونس عليه السلام لاحظوا معي كلمة يونس الضام في حرف النون وَإِنَّ يُونُّسَ يُونُّسَ مع الإتيان طبعا بالشدة في النون الغن كما قلنا لكم وَإِنَّ طيب عندنا كلمة إِذْ أَبَقَ لاحظوا الباء والقاف سهلة إِذْ أَبَقَ إِذْ أَبَقَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ أيضا كلمة المدحضين المدحضين أيضا هذه الكلمة فَالْتَقَ مَهُ فَالْتَقَ مَهُ لحظوا الكلمات فَالْتَقَ مَهُ فَالْتَقَ مَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ مُلِيمُ كلمة سهلة أيضا ننتبه إلى الألف والهمزة التي فوق الألف وعليها فتحة أنه كان طبعا الواو الصغير هذه هذه واو الصلة نقرأها مع الها أنه كان لما نصل أنه كان من المسبحين أيضا كلمة لَلَبِثَ لَلَبِثَ كلمات سهلة جدا لاحظوا معي كلمة مئة لاحظوا أنه مكتوبة بالألف لكن الألف هذا لا ينطق لماذا؟ لأن عليه هذه الدائرة هذه الدائرة تدل على أن الحرف الذي عليه هذه الدائرة لا ينطق مئة ألف نقرأها إلى مئة يعني هذا الألف يسقط ما نقرأ هذا الألف؟ إلى مئة طيب نقرأ على بركة الله وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يقرأوا معي وانظروا إلى الكلمات وركزوا على الحركات ابدأوا معي القراءة إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمُ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ بارك الله فيكم ونفع بكم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه نسأل الله العزيز القدير أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة اقرأوا الآيات من المصحف المعلم أو من مصحف المرتل و اقرأوا بالترثيل والتجويد لنتعود جميعا على القرآن المرتل المجودة إلى درس جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته